لكن برضو ذهن الإنسان معركة حرب فالسؤال اللي عاوزك تكلمنا فيه وتكلم أحباءنا المشاهدين أي هوية تختار؟ وأنا عاوز أسمعي يا أنا منك أنا كمان في موضوع أي هوية تختار بحب الكصة جدا يمكن معظم المشاهدين عارفينها ويمكن الأطفال عارفينها كويس جدا بس بتوري الموضوع دوت بصورة فيه كصة أنه فيه عيلة كانت طايرة كده في طيارة خاصة وفي وقت من الأوقات وهم طايرين حصلت عصفة والطيارة وقعت في جزيرة وهو كان أبو وأم وأخين أو يعني مش متذاكر إيه المهم فيه طفل صغير لسه بابي صغير أوي هو اللي نجا بس على الجزيرة كلها والجزيرة ده ما كانش فيه غير أرود ومع الوقت فيه زي قردة كبيرة كده أخدت الطفل ده وربته طرزان طرزان كصة طرزان قصة طرزان دي يمكن فاني متحقة شوية لكن دي حقيقية في حياتنا الروحية ليه؟ لأنه طرزان دوت اتربى في وسط أرود الأرود علموه أنه يتكلم زي الأرود ينط زي الأرود يتصرف زي الأرود يهرش زي الأرود يأكل زي الأرود يتحرك يمشي زي الأرود كل حاجة بالرغم أنه هو أساسا هو بني آدم هو مش قرد لكن بني آدم لكن المحيط والمجتمع الحاجة اللي تربى فيها شكلت فيه فرضت عليه هوية تانية خليته تعيش في حاجة تانية وللأسف ده اللي الشيطان بيعمله أنه بيخلي ولاد الله إحنا اللي مخلوقين على سورة الله ومثاله ينبغي أنه كمثالة كذلك نسلك نحنه أيضا أنه للأسف الشيطان بيفرد على الإنسان ده على مرة العصول لكن في هذا الزمن أكتر أخنزان من أي وقت مضى بيفرد عليه هوية يا إما هوية مزيفة يا إما هوية خطيئة خطيئة يعني فيها الخطيئة أنا أشوف دايما نفسي لا أنا دايما أنا كذاب وأنا ما بعرفش أقف عن الكذب هوية فيها كذب فيها هوية مشوشة يعني كأنه الدنيا ديستورتت كده كأنه تلاقي دلوقتي اللي بنتاشر جدا أنا مش عارف أنا ولد ولا بنت أنا راجل ولا ست مش عارف مش عارف هويته وعم بيختار كمان والقوانين عم تسمح لأنه مشوش الإبليس قاعد يضرب وهذا الزمن أخ نزار بقوة بشراسة في دايرة الهوية بطريقة شرسة جدا جدا وبنشوفها بتنتشر أكتر وبقيت بتتحول زي ما حضرتك قلت حتى لقوانين أرجع لموضوع طرزان دوت أنه تربى وعاش بالطريقة ديت لكن في وقت بقى أنه لما في ناس اكتشفوا أنه الجزيرة ديت ولقوه بالطريقة دي أخدوه وابتدوا يعلموه إزاي أنه يرجع أنه يكون إنسان وبطريقة أو بأخرى إن كانت حاجة متحكة لكن هو دا حقيقتنا إحنا توهنا إحنا أخطأنا الهدف إحنا وقعنا في الخطيئة في اللي حصل أنه كأنه طبيعة الفزدة طبيعة التانية الهوية اللي إبليس حاول يفردها من الزمان يسلب من الإنسان هويته أنه هو على صورة الله ومثاله وعايز يقنعه أنت خاطئ أنت مشوش أنت فاشل أنت زاني أنت 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 وبتلاقي دا بالطريقة دي بنلاقيها في المجتمع في تربيتنا تلاقي الأب بيقول للابنه كده أنت طول عمرك هتفضل فاشل أنت مش هتفلحي أنت غبية ما بتفهميش خالص إيه دا المجتمع التربية سواء في المدارس سواء في البيوت للأسف أباة ومات بجهل بعدم معرفة بيتحولوا إلى آلات في يد الشيطان علشان إيه عشان يفرد الهوية المزيفة أو الخاطئة أو البيضة دي كلها عشان الإنسان يقول آه أنا وصلت القناعة أنا هفضل طول عمري فاشل أبقى شايف نفسي فاشل مع أنه كلمة الرب بتقول أنت ناجح ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة